إذن بين تارة وأخرى تشن ميليشيات الحوثي هجمات على الأراضي السعودية مستدفة الأعيان المدنية لكن وطيرة التصعيد العسكري الحوثي داخل اليمن باتجاه الأراضي السعودية ارتفعت في الأيام الأخيرة وهي الممارسات التي تعاطل الجهود الدولية ومبادرات السلام تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أعلن عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات مفخخة حوثية صباح الأربعة في الأجواء اليمنية خلال أقل من ساعتين وفي وقت سابق للتحالف إن قواته الجوية دمرت منصة متحركة لإطلاق المسيرات المفخخة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين وأضاف أن منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي تم تدميرها في الصنعاء استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبهى الدولي وتعرض مطار أبهى جنوب السعودية لاحتدائين بمسيرتين حوثيتين أصفرت عن إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق بعض الأضرار المادية وأضحت تحالفا عملية استهداف منصة الطائرات المسيرة نفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أن عملية التدمير شملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عملية الإطلاق هذا وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليسي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة نجران جنوب الشرق السعودية سبق ذلك استهداف قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن بصواريخ باليسية ومسيرات مفخخة أسفر عن مقتل وجرح أكثر من مئة عسكري يمنية تصعيد الميليشيات الحوثية البري خلال الأيام الأخيرة تمثل بتنفيذ هجمات متتالية في جبهة مأرب والبيضاء والجوف والتي تحولت إلى بؤر استنزاف للميليشيات حيث تكبدت عشرات الضحايا من القتل والجرحة بالإضافة إلى عشرات الأسرع هذا ويتزامن التصعيد الحوثي مع تعاثر جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي وفشل وساطة عمانية في إقناع الميليشيات بوقف إطلاق النار والانخراط في تدابير إنسانية واقتصادية تفضي إلى مفاوضة السلام الشاملة